السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بحضراتكم جميعا. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا لكل مهندس. الا وهو. لو حضرتك استلمت موقع. والموقع ده تنفس فيه اعمال. وفي نفس الوقت جاري تنفيذ اعمال به. يعني المشروع مخلصش. المشروع مشروع شغال. يا طرق ايه المطلوب من حضرتك تعمله في الحالة دي? اول حاجة حضرتك هتعملها ان حضرتك هتراجع كميات الحصر. بكل تأكيد ان المشروع ده كان فيه مهندس قبلك. المهندس ده اشتغل ونفز في المشروع. وحصر الكميات اللي تنفزت. فبالتالي حضرتك بتجيب الجداول دي والشتات دي وتقارنها بارض الواقع. يعني تقارنها بارض الواقع. بتجيب الشتات والجداول وتشوف وتروح المشروع. اه على الارض على الطبيعة يعني. وتشوف هل الكميات دي مصبوطة ولا لا? هل الكميات دي قليلة? هل الكميات دي زيادة? هل في اعمال تنفزت بصورة كاملة? هل الاعمال دي في اعمال مسلا ما تنفزتش? والمأول اخد كمياتها? هل في اعمال اه اتصرفت كاملة? وهي لسه ما تنفزتش? وهكذا. يعني بترهاجع بتعمل مسح شامل على الشيط الحصري ده. هل في اعمال تجاوزت كمياتها? وهكذا. المقطة التانية لان حضرتك بتفحص الاعمال. يعني بتفحص الاعمال? يعني حضرتك بتنزل الموقع وبتروح المشروع وتشوف يا ترى هل الاعمال دي اتنفزت بصورة صحيحة وسليمة تبقى الاشتراطات? ولا لا. النقطة التالتة وهي ان حضرتك بتراجع الرسومات باللي تنفز. اي مشروع بيبدأ من الرسومات. الرسومات دي بتكون معمرية وانشائية وصحية وكهربية وميكانيكية. بتشوف الرسومات دي مطابقة للي تنفز ولا فيه حاجة مختلفة. يعني نفس الرسومات دي هيا لما تنفز على ارض الواقع ولا فيه اختلاف. النقطة الرابعة وهي اعتماد العينات. اي مشروع لبنوت. البنوت دي لها خمات. الخمات دي لها عينات. فحضرك بتشوف هل العينات او الخمات دي اللي تنفزت في المشروع مطابقة للعينات المعتمدة ولا لأ ولا اعتمد شيء واللي تنفز شيء تاني. فحضرك بتعمل تشك على النقطة دي. وبرضو هل العينات دي معتمدة بصورة رسمية ولا لأ. النقطة الخمسة مراجعة المؤيسة من مواصفة الاعمال. حضرتك برضو اي مشروع اللي بيبقى ليه مؤيسة ومواصفة اعمال. حضرك بتمسك المؤيسة وبتشوف هل البنود اللي متنفزة هي البنود اللي متنفزة في المشروع فعليا ولا لأ. طيب المؤيسة دي فيها عبارة عن بنود والبنود اللي هي مواصفات. هل كل باندي متنفز في المشروع مطابق للمواصفة اللي في المؤيسة ولا لأ. حضرك بتعمل مراجعة على الكلام ده. بعد كده بتشوف برضو هل المشروع في اعمال اضافية او اعمال مستحدثة ولا لأ. طيب الاعمال الاضافية دي هي هي الاعمال اللي استحدثت رسمي ولا لأ هل برضو متنفزة بالصرح صحيحة ولا لأ كل الكلام ده حضرك بتراجع عليه. اخر حاجة معنا ان حضرك بتبلغ المالك في الاخر بتبلغه ازاي من خلال جواب رسمي. حضرتك بتسجل كل الملاحظات اللي حضرك رجعتها من خلال النقاط اللي احنا تكلمنا عليها دي وبتبعت له جواب ان الاعمال تم فيها آآ يعني بتعمله بلقص او تقرير من خلال النقطة اللي احنا تكلمنا عليها دي وبتبلغه في ان المقابل من حقه آآ ياخد بقى الاعمال او المقابل او او المشروع في اعمال مخلفة او المشروع في اعمال زيادة او في اعمال قليلة يعني كل حاجة من الحاجات اللي حضرك رجعتها بتعمل تقرير او جواب وبتبعته للمالك عشان تاخد منه الرط. وكده يبقى الفيديو بتاعنا انتهى ويا رب اكون ادرت اوصل لكم اي معلومة لو صغيرة اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.